وليس معنا لأي حاجة تانية هزيمة أو تعادل إن انت خسرت الدوري وإذا كنت في البداية السؤال حركة مهم ومميز جداً بس إحنا عملنا حملة هنا أو تكلمنا هنا في آخر حلقة لنا وعملنا نداء لجمهير النادي الأهلي نادي تبقى موجودة إحنا كنا عارفين إنهم أحبوا 15 أهم ما بعد هذه المباراة إحنا ما شاء الله شفنا عدد وبياد يمكن أنا وجلبرت كنا عادين جنب بعض في لا أهل من 15 أهل كنا عادين أنا وجلبرت وفي الإستاد حاجة يعني اللي مجاش المطشي ده فاته كتير حاجة كانت ممتعة جداً كانت روح كانت جميلة قوي جمهوري الأهلي كان ليه دور كبير قوي في الفوز خاصة بعد الهدف التانية بتاع بيرامنس جمهوري يعني انتفض وفوق اللعيبة رجع اللعيبة بسرعة للمطش وساعد كمان إن انت تكسب وبعد المطش الرسالة اللي بعتها للعيبة بالهتاف بتاع الدوري يا أهلي كل ده من حاجات اللي تقدر تقول إنها من مكاسب اللقاءة كابسلين أتمنى بكرة في مطش مودرن سبورت نلاقي نفس الأمر نشوف نفس الحضور الجماهيري نشوف نفس الحياة اللي كانت موجودة احنا كننا كنا عارفين يا أبو علي إنه حتى وانت بتتكلم قلت إن احنا عارفين إن مطش البيرامنس 15 ألف موجودين اللي بعد البيرامنس عايزين بقى كل المطشات إن شاء الله يبقى فيها لغاية لما ربنا يكرمنا إن شاء الله إن شاء الله وإذا كان لنا نصيف بالفوز هيا الرسالة عايزيني نكملها بس الجمهور إن التلات نقاط بتوعه مطش بيرامنس هما هما التلات نقاط بتوع مباراة مودرن فيوتشر هما هما التلات نقاط بتوع مباراة زد هما هما بتوع السيراميكا هما هما بتوع المقاولين بتوع سموحة كل المطشات اللي جاء للنادي الأهلة كابتن بطولة كل مطش فيهم التلات نقاط بتوعه يقربون أكتر من بطولة الدولة بالنسبة لسؤال حالك كابتن أنا بالنسبة لي الأهل ما عملش أي حاجر إنه فاس بثلاث نقاط ممكن نحسبها بستة نقاط لأنه المنافسة المباشرة بتاعك الروح اللي كانت موجودة زادت الصقة اللي بين الجماهير واللعيبة والجهاز الفني زادت يعني وصول رسالة النادي الأهلي كنادي وكلعيبة وكأشخاص وكأدارة مؤسسة يعني صعب أن أنت تنال منها أو صعب أن أنت توصل حتى النص اللي هي بتعملها أو النجاحات اللي بتحققها كل دي بالنسبة لي من مكاسب اللقاء لحد دلوقتي لسه بدر جدا على طولة الدوري لسه بدر جدا على الكلام إنه لدي أهل حسم البطولة الفرق بيني وبين بيرامز لو أنا كسبت كل مطشاتي المؤجلة أربع نقاط لو أنا كسبت كل مطشاتي المؤجلة هيبقى أربع نقاط على الورق أنا لسه في المركز الثاني وبيرامز في المركز الأول بالضبط لأن أنا عندي مؤجلات هيبقى من بدايتها مباراة اليوم بقى خلاص مودرن سبورتا هتبقى دي مباراة من المباراة المؤجلة فهنا العام نكسبها نقرب أكتر من المركز بتاعنا الطبيعي أو نحافظ على الدرع بتاعنا اللي إحنا واخدين لقبه السنة اللي فاتت فرسالة للعيبة ويمكن ده اللي كلها قالوا للعيبة كابت الإسلام المباراة بالنسبة لنا نفس أهمية مباراة بيرامز وهو ما بيلحاش أنت بتلعب كل 3 يام مباراة ومطشات كلها صعبة جدا مع منافسين محترمين جدا فأتمنى أن اللعيبة يعني تاع الرسالة دي اللعيبة دلوقتي في المعسكر كان فيه محاضرة قبل المران وكان فيه محاضرة أول ما راحوا للأوتيل وهي فيه محاضرة بكرة الصبح برضو على الكلام على أهمية المباراة تأهين النفسي والزيني للعيبة هيكون مهم جدا في المباراة دي والجماهير كمان الرسالة اللي توجيها الجماهير للسوشيال ميديا كل ده مهم أنت تتحضر لعيبة لأن احنا مكسبناش لحد دوقت الدورة احنا كسبنا مباراة مهمة في مشوار الوصول للصدار والحافظ على اللقاء بتاعنا ايمن اعتقد